أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجلية مبادرة إزراع في محافظة المينيا لتدريب المزرعين نظرياً وعملياً على تنفيذ نمزج حول كيفية تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي فيما يعرف بالكومبوست إزراع مفتاح مبادرة أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجلية بهدف التدريب النظري والعملي للمزارعين بمختلف محافظات الجمهورية موجودين هنا في متابعة محصول استراتيجي ومحصول قومي لمصر هو محصول الجامح أنا مع المزارعين النهاردة لرفع الواعي لدى المزارعين من خلال مبادرة إزراع التي يدعمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وبشراف ومتابعة ودعم الهيئة القبطية الإنجلية بمحافظة المينيا أهالي عزبة محمد سلطان التابعة لقرية بني سمرج بمركز سملوت بالمينيا كانوا على موعد مع إطلاق المبادرة للتدريب على تنفيذ نماذج حول كيفية تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي فيما يعرف بالكومبوست وذلك داخل خمسين حقلا من حقول المبادرة في مركز سملوت بنعلمه إزاي أنه هو يعمل كومة واحده علشان ده استمد مهم جدا بقل التكاليف وإحنا برضو بندعمه وإحنا بنجيب جزء علينا ويبقى جزء عليه ونعلمه إزاي أنه هو يعمل كومة الواحده وتنفيذ نماذج كومبوست الاستفادة منه كان بيترمي قبل كده وما كانوش بيستفادوا منه دلوقتي بنعلمه إزاي أنه هو يعمل نموذج ويحطه في الزرعة بتاعته جاي هذا النهاردة أحضر ندوة للتحالف الوطني عشان أستفاد من الأسمدة العضوية للجمح أنا أخذت تجاو جمح يعني سبت النظيفة وأرخص من برة جايبان الجمح ده بنص التمن وبتساعدنا في السماد العضوي نكمل إنتاج الجمح وأنا رأيه بأزرع جمح نزرع عشر فد فيعني نص التكلفة كده بساعد فينا والسماد العضو ده عشان نكمل باجة الزرع ويبقى الزرع معني تماما مية مية أن نطلع جمحنا عشر على عشر إن شاء الله وشهد التدريب إقبال عدد كبير من المزارعين الذين وجهوا الشكر للتحالف الوطني لما يقدمه من حزمة مساعدات بدأت بتوفير تقاوي القمح بأسعار مخفضة وغيرها من المساعدات الأخرى أملا في الاستفادة من الورش التدريبية في الارتقاء بمستوى أداء الفلاح المصري وتأهيله لتطوير أدواته بما يحقق توسعة المطوبة والطموحة في الرقعة الزراعية وبما يوفر اكتفاءا ذاتيا من السلع الأساسية والمحاصيل الضرورية للمواطنين